أحب بنك الخليج المتحد بداية العام الماضي الصناعات على ارتفاع اليوم بـ 3.5 نقطة المئوية الصناعات الوطنية أما بالنسبة طبعاً للكويت الوطني البنك الكويت اليوم على ارتفاع بـ 1 في المئة بيتك على استقرار برغم من أنه بيتك أيضاً على قيم تداولات جيدة بـ 5.5 مليون دينار لكن أبرز خبر طبعاً كان سمعناه يوم أمس عن كابكو وسحب الصناعات المتحدة من إدراجها في السوق استثمر أموالك بتوزيعات شهرية مع صندوق يعطيك عوائد مرتفعة مع الصندوق العقاري من المركز المهل الكويتي وللمزيد حول تداولات سوق الكويتي ينضم إلينا مباشرة من الكويت سيد عمر النصر الله محل الأول في مجموعة إدارة الأصول كامفك أهلاً بك أخ عمر ولنبدأ بالحديث عن القيم التداولات المرتفعة جداً في جلسة هذا اليوم أكثر من 50 مليون دينار كويتي كما ذكرنا وطني بيتك أجيلتي هذه الأسهم الثلاثة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة كيف تفسر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومشكوين على استضافة شهدنا اليوم قيمة تداول عالية في السوق كنا أعلى من الأفريج الأفريج كان خلال الشهر لطاف 25 إلى 32 مليون دينار كويتي اليوم شهدنا ما يفوق 50 مليون دينار كويتي أقلبها توجهة الأسهم القيادية والأسهم التشغيلية مثل البنك الوطني بيت التنبيل الكويت وكذلك أجيلتي معظم هذه الشركات حققت أرباح جيدة خلال سنة 2013 وعلنت عنها الشركات هذه استقومت توزيعات نقدية مجزية خلال شهر ثلاثة وشهر أربعة بعد موافقة جميع لموهية وكذلك تعتمد الشركات الأثقل في السوق نتكلم عن شهر فبراير أو أداء السوق من بداية سنة إلى غاية شهر فبراير كان متواضع شهدنا ارتفاع معشر السعري 2.3% وكويت 15 والوزني تقريبا 1.5% طبعا اليوم من الأيام التي شهدنا فيها معادلات تداول عالية على السهم القيادية وإن شاء الله تكون بداية خير على السهم على أيام الجاي إن شاء الله إذا ما نظرنا للسوق الكويتي من حيث مكررات الربحية والـ Price to earnings ratio كيف تنظر إلى السوق الكويتي مقارنة بأسواق المنطقة الأخرى؟ بناء على معطيات المتوفرة هي آخر معطيات سنة الماضية السوق الكويتي يعتبر من الأسواق العالية بمكررات الربحية مقارنة بأسواق الخليج تقريبا الـ P-E ratios مجموعة السوق 19.9 times أو multiples تقريبا 20 مرة إذا من قارنها بأسواق الخليج مثل السوق القطري 15.5 مرة و 15.5 multiples كذلك السوق الأكبر هو السوق السعودي تقريبا 17.5 مرة هذا ندل يدل على أن الأسعار الأسهم ما زالت غالية مقارنة بأسواق الخليج فنحن بانتظار إعلان أرباح 2013 من خلالها سيتم الاستنتاج والتبين فيما إذا هذه الأسهم ذات قيمة مناسبة للشراء أو لا تزال ذات قيمة عالية مقارنة بأسواق الخليج هل تعتقد بأنه بعدما سمعنا يوم أمس ترسية مناقصة مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية على ثلاث شركات كويتية قيمة هذه العقود بـ 3.4 مليار دينار كويتي هل تعتقد بأن هذا سينعكس إيجابا ربما على حركة الدورة الاقتصادية على حركة الأسهم في السوق بما أنه يبدو بأن الحكومة ماضية قدما بهذه المشاريع الضخمة التي طال انتظارها صحيح سمعنا عن طرح منقصات الوقود البيئي على ثلاث شركات تكتب من ثلاث شركات وهو شركة سامسونج الكورية وكذلك شركة يابانية وشركة إيطالية مجموعة هذه المناقصات بلق 3.9 مليار دينار كويتي وثلاث من المناقصات الضخمة هذه من المناقصات التي كانت مطروحة من قبل تأخرة أوعاد تماعات طرحها نستمشي الخير إن شاء الله في هذه المناقصة وليام شيء إن شاء الله يبين توجيب حكومة في طرح المناقصات هذه وتعجيل عجلة تنمية إن شاء الله شكرا لك عمر النصر للمحل الأول في مجموعة إدارة الأصول لكما فيك حدثنا من الكويت